السلام عليكم ورحمة الله وطلابنا الأحباء هنحل مجموعة أسئلة النهاردة من كتاب البرهان للصفة الثالث الثانوي أسئلة على الوحدة الأولى اللي هي وحدة النطقة الإملاء أسئلة قوية ومهمة وعايز طالب يفكر كده مش عايز طالب متسجع يلا بينا نشوف الأسئلة دي حتى هنا بيقول لك فكر جيدا فكر كويس قبل ما تختار الإجابة بيقول في رقم واحد إنهما لن يدعوا لك والجملة رقم اتنين إنهم لن يدعوا لك وقال لك هو هنا عايز نوع الواو في الفعلين دول في الفعل يدعوا في الجملة الأولى والفعل يدعوا في الجملة الثانية ركز بقى معايا كده كويس أنا عندي الفعل هو فعل اسمه إيه؟ يدعو ببساطة شديد حلو أنا هنا جيت ضفت للفعل ألف الاثنين في الجملة الأولى طب أنا هضف له ألف الاثنين ليه؟ لإن عندي إنهما بخاطب إيه؟ بخاطب هنا أو أنا هنا بتكلم عن اتنين فبالتالي أنا ضفت الألف بتاعة ألف الاثنين دي وما جدش جنب الواو بتاعة الفعل إذن الواو الموجودة دي واو أصلية اللي هي واو الفعل أصلا حلو طب في الجملة التانية الفعل اسمه يدعو حلو وأنا عايز أضيف للفعل ده واو الجماعة عرفت منين وهو بيقولك إنهم طب أنا لما جا ضيف لوو الجماعة بحزف الواو الأصلية وبعدين بضيف واو الجماعة يبقى الواو لنا ضفتها دي واو أصلية لا واو الجماعة يبقى الواو الأولى وهو أصلية والتانية وهو الجماعة أصلية وهو الجمع؟ لا وهو الجماعة أصلية وهو الجماعة هي؟ يبقى لجابة دار رقم اتنين لا ترجو النجاة وأنت غافل حدد الصياغة الصحيحة عند تحويل الجملة لجمع المؤنف هو أنا هنا يا جماعة عايز أتعامل مع الفعل إيه؟ سبك من الفعل وهو مكتوب كده ليه؟ لأن ده فعل كان آخره علة وجزم بحزف العلة إنما الفعل قبل ما يتجزم اسمه ترجو اهو طب وأنا عايز أحوله لإيه؟ أو أنا عايز خلي بالك حدد الصياغة الصحيحة عند تحويله لجمع المؤنف يعني أنا عايز أضيف له النون النسوة ببساطة شديدة طب أنا هجيب الفعل الفعل اهو ترجوه تمام وبعد ينضيف له النون النسوة بس كده تمام يبقى أول لا ترجونا اللي هي الإجابة رقم جيم طبعا هنا ما أعملش كل الكلام ده أنا هجيب الفعل أرجع العلة اللي اتحزفت وبعدين أضيف له نون النسوة تلاتة حدد التصويب الصحيح للعبارة جملة جميلة قوي بيقولك إيه؟ إن عمر بن العاص تمام؟ آه الله أكبر إن عمر بن العاص إيه؟ ما تكمل يا سيدي ماكملش يبقى هنا عايز يقولك إن دي جملة تمت دي جملة إيه؟ تمت يعني دي جملة لوحدها مفيش باقي ليها دي كده لوحدها جملة أيوة يعني إيه؟ يعني إيه دي لوحدها جملة؟ يعني حضرتك أداء إيه؟ وده اسمها كلمة عمر حلو وده خبرها كلمة ابن يا مستر كلمة ابن تعرف صفة يا مستر يا سيدي كلمة صفة لو هو كمل الجملة هو ما يقصدش يقولك عمر بن العاص اللي هو اسم على بعضه اللي هو عمر بن العاص لا هو يقصد يقولك إن عمر ده ابن العاص ابني يبقى ابني دي أخبرت أخبرت عن اسم إيه؟ عن اسم إن ابني دي خبر إن هو ما يقصدش عمر بن العاص كاسم لا هو بيقولك إن عمر ده أبو يبقى تمام آه العاص فبالتالي كلمة ابني هنا مش هتبقى نعت بقى لأنها وقعة بين عالمين والكلام ده لا خالص أنا عندي إيه وأده عمر اسم إيه وكلمة ابن هنا خبر إيه يبقى ما تحذف ليش منها الألف سيبي الألف زي ما هي لأن أنا كنت بحذف الألف إمتى لما تقع بين على مين التاني يا أبو الأول بس ما فيش الكلام ده هنا يبقى حضرتك رجع لي الألف زي ما هي حذف الألف ليه رجع الألف تاني حلو طيب وبالنسبة بقى يا سي دي لكلمة عمر هعمل فيها إيه لا حضرتك كلمة عمر دي هتحذف لي يا مستر ده هنا كلمة عمر جاي بعدها يا ابني يعني لازم الواو فيه ما لقلت لك هنا بقى كلمة عمر هتبقى يسمي إيه فالمفروض إن أنا أحذف إيه إيه منصوب فقول إيه عمرا بالشكل ده فتبقى الإيجابة كده عمرا وفيها الإيه وكلمة ابن فيها الألف طيب في الجملة رقم 4 بنقول ما زال معلمية يقدرون في مدرسة عمر فهم قلوا كفاءة وعايز حدد كلمتين وردت فيهما الواو علامة إعرابية بص يا سي كلمة معلمية خلي بالك منه إن كلمة معلمية دي عبارة عن معلمون وعايز أضيف لها ياء الملكية فلما جيت أضيف ياء الملكية قلت معلمية يعني إيه يعني كلمة المفروض إن كلمة معلمية جامع مذكر سالم يعني يرفع بالإيه بالواو يرفع بالواو تمام لإنه جامع مذكر سالم فكده الواو طيب فين الواو يا مستر يا سيدي ما أنا حزفت الكلام ده عشان ضفت ياء الملكية حلو طيب كويس جدا أنا بقى عندي دي كلمة معربة أو عندي هنا الواو كلمة أو عندي هنا الواو علامة إعرابية آه عندي الواو علامة إعرابية لأن ده جامع مذكر سالم مرفوع بالواو فالواو هنا علامة إعرابية إيبا كلمة أو أول كلمة عندي كلمات معلمية الواو هنا علامة إعرابية لا حضرتك الواو هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل مش علامة إعرابية كلمة عمر أكيد الواو مش علامة إعرابية كلمة أولو ملحق بجامع المذكر السالم زيه زي المذكر السالم هو في علامات الإعراب فبالتالي ده برضو هم ضمير مبني في محل رفع مبتدأ وقلو خبر مرفوع بالواو إيبا أنا عندي كلمة معلمية وكلمة أولو خمسة بيقولك هنا ايه لا تسموهن بغير عمل يا اخي لا تسموهن بغير عمل يا اخواتي حدد الوزن الصحيح للفعل يا اسموهن في كل مرة بالترتيب ركز بقى معيه كويس انا عندي بيقولك ايه يا اخي وهنا بيقولك ايه يا اخواتي يعني ده جامع مؤنث انما ده مفرد مذكرة عادة الفعل بتاع اسمو ايه تسموه طب والنون الموجودة دي نون ايه نون التوكيد والفعل مبني على الفتحة هو لاتصاله بنون التوكيد حل والفعل هنا اصلا سبق بنهي فهو جائز التوكيد جائز التوكيد بنون فبالتالي دي اسمها نون التوكيد حل طب يبقى كده الفعل على وزن ايه كده يا سيدي الفعل المفروض ان انا حط قصاد الصين فا وقصاد الميم عين اللي هي الحروف الاصلية وقصاد الوا ولم تبقى على وزن فعلة سماوة فعلة ونزل الحروف الزيادة هي تطلع على وزن ايه تفعلن تطلع على وزن ايه تفعلن طب في التانية الفعل اسمه ايه اسمه تاسمه في الجملة التانية وانا عايز اضيف للفعل ده نون النسوة فهروح اضيف له نون النسوة حلو زي ما هو جاي لك كده طيب ماشي اوزنه يا سيدي برضو قصاد السين فأ وقصاد الميم عين وقصاد الواو لام وبعدين هنزل النون والتأهي فتطلع الاجابة عندي كده رقم باقي هي الاجابة الصحيحة طيب يلا بينا كده على السؤال رقم 6 بنقول هنا ايه بنقول هو كاتب اخي هو كاتب اخاه كاتب دي خلي بالك اسم كاتب ده فعل كويس جد ركز بقى معاي هو بيقول لك ايه هو بيقول لك انه عايز يجمع كلمة كاتب في الجملتين بص يا سيدي المفروض خلينا في الجملة الاولى كاتب دي اسم بقى ايه دي اسم طب انا لما اجا جمعه هضيفه هو نون بس كده كاتبه فقط بس هنا عشان كلمة اخي تعرب مضاف اليه فتبعا لقعدة حزف النون عند الاضافة في جامع المذكر السالم والمثنى فهقول كاتبه بالشكل ده مش هحطه الف خلي بالك الف دي تحط بعد واول ايه حطه بعد واول جماعة ركز طب في الجملة التانية الفعل اسم ايه كاتب كاتب ده فعل ماض فلما اجا اضيف له او لما اجا جمعه اضيف له واول جماعة اقول كاتبوا والفعل كده هيبنى على الضم بقى لاتصاله بواول جماعة يبقى اقول كاتبوا وكاتبوا هنا محطش الف خطأ هنا حط الف في اول حاجة يبقى خطأ هنا محطش الف في الاولى وحط الف في الثانية يبقى لجابا جي رقم سبعة بنقول ايه هم دارسوا الكرآن لا هم دارسوا وليه قرأتها دارسوا لان عندي ألف بعد الواو اذا ده فعل مش اسم ده كده فعل مش اسم هنا بقى هكراها هم دارسوا لا اقول هم دارسوا القرآن ليه لان ما عنديش هنا ألف بعد الفعل اذا ده اسم لان الواو دي هتكون واو ايه هتكون واو اللي هي علامة اعراب واو جمع المذكر السالم تمام وعايز اعراب كلمة القرآن في كل جملة بالترتيب قل لك هم دارسوا تمام قل لك هم دارسوا هنا وقل لك هم دارسوا هنا دارسوا قلت لك هتبقى فعل فدارسة هيبقى فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو هتبقى فاعل والقرآن هتبقى مفعولون بيه عادي جدا هم دارسوا هم دي مبتدأ دارسوا هتكون خبر المبتدأ مرفوع بالواو والقرآن مضاف اليه يبقى في الجملة الاولى مفعول بيه والجملة التانية مضاف اليه رقم 8 حدد التركيب الذي وردت فيه الواو عايزها حرفا أصلي فين التركيب اللي الواو فيه حرف أصلي حرف إيه؟ حرف أصلي تمام؟ طيب قالك ذو خلق وقالك إيه؟ معدوا البرامج وقالك هن يدنونة وقالك أصبحوا يشكوا بص يا سيدي ذو الموجودة دي ده بتاعة الأسماء الخمسة فهي علامة أعراب ده مرفوع بالواو معدوا دي برضو خلي بالك ده جامع مذكر سالم فالواو الموجودة دي علامة أعراب تمام؟ مش حرف أصلي إنما عندي بقى هنا يدنون هن يدنون الفعل اسمه يدنون وعايز أضيف له نون النسو ضفت له نون النسو وأنا ليه قلت نون النسوة لأن عندي هنا هن هن جامع مؤنف فبالتالي النون كده نون نسوة يبقى أنا جيت جنب الواو بتاعة الفعل لا يبقى الواو دي واو أصلية يبقى هو الاختيار ده ده أو الاختيار ده هو الواو الأصلية إنما هنا بقولك أصبحوا ده واو متصلة بفعل ده ضمير ده وده كمان ضمير يبقى الواو الأصلية رقم جيم رقم تسعة بنقول إيه بانوكا هم من بانوكا ميز نوع الواو في كلمة بانوكا أنا بقول بانوكا 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 دي اسم في الايه البانوكا الأولى دي اسم طالما هي اسم إذن ده ملحق بجمع المذكر السالم فخلي بالك الواو اللي موجودة في دي اسمها واو إيه واو الجمعة أو واو علامة الإعراب تمام إنما هنا بقولك بانو بانوكا بنوكا بانا فعل ماض فالواو اللي موجودة في الفعل بتبقى واو الجماعة يبقى الأولى الأولى تمام واو الجمع والتانية واو الجماعة يبقى الجمع والجماعة تبقى الإجابة ألف الإجابة ألف لا الإجابة جيم لأن ألف معكوسة وهو الجامع وهو الجامعة تماما رقم عشرة بنقول هنا أنت تكرق دروسك بإتقان فأنت كراء وقال لك ميز الصياغة الصحيحة للكلمتين تكرق وكراء عند تحويل العبارة لجامع المذكر الفعل اسمه تكرق حلو وأنا عايز أقول تكرقون ما أنا هخليها بقى الجامع المذكر فأقول أنتم تكرقون فبالتالي الهمزة هتكون مضمومة قواعد رسم الهمزة الهمزة مضمومة وبعدها واو يعني ما قبلها لا يتصل بما بعدها فترسم الهمزة على السطر يبقى إحنا قلنا لما الهمزة تبقى مضمومة وما قبلها لا يتصل بما بعدها ما أنا عندي الراء مش متصلة بالواو مش من الحروف اللي بتتصل بتبقى متشابكة يبقى الهمزة ساعدتها ترسم على السطر فأول تكرق أول طب حلو كلمة بقى قراء كلمة قراء دي أصلا اسم ممدود اسم ممدود فتبعا لقواعد الاسم الممدود تبعا لقواعد الاسم الممدود الهمزة بتاعته همزة أصلية لأن الفعل اسمه قراءة فالهمزة هنا همزة أصلية يعني من حووف الفعل الأساسية فبسيب الهمزة زي ما هي وبحط الو والنور تبعا لقواعد الاسم الممدود يبقى هقول تكرؤون وكرؤون وعلى فكرة هي نفس الكلام برضو عندي هنا الهمزة برضو مضمومة مضمومة وقبلها ألف طبعا فترسم الهمزة على السطر وطبعا لقواعد الاسم الممدود فترسم الهمزة على السطر لأن همزة الممدود هنا همزة أصلية يبقى أنا عندي كده إيه الاختيار تكرؤون كرؤون يبقى لي جاب ألف هنا حط الهمزة على الألف هنا جاب لي اتنين واو تكرؤون هنا حط الهمزة على الياء خطأ رقم 11 إنه لن يدنوا إنهم لن يدنوا خلاص بقى إحنا خدنا الفكرة دي حدد نوع الواو في كل جملة على الترتيب قالك يدنوا الواو هنا واو أصلية الواو هنا واو أصلية طالما لمخاطبة المفرد تعرف إن الواو واو أصلية طب إنهم لن يدنوا الألف اللي بنسميها الألف الفارقة اللي بتيجي بعد واو الايه الجماعة يبقى الواو هنا واو الايه واو الجماعة يبقى أصلية والجماعة رقم 12 أنت تبدأ بداية مقبولة وترجو التعلم قالك ميزة الصياغة الصحيحة للفعلين تبدأ وترجو عند تحويل العبارة للمفرد المؤنث لما أجي أحاول العبارة دي للمفرد المؤنث ماشي الفعل أصلية اسمه تبدأ حلو أنا عايز أخطب بيه المفردة المؤنثة فالمفروض إن أنا عايز أضيف لها يقل مخاطبة عايز أقول تبدأي تبدأي فالهمزة مكسورة فترسم كده وبعدين أضيف يقل مخاطبة اللي يقل النون هو عشان هيبقى كده فعل من الأفعال الخمسة فيرفع بثبوت النون وهو هنا مرفوع فأقول تبدأينا طيب والفعل ترجوه صحي كده؟ أه ترجوه عايز أضيف للفعل ده أخلي الفعل ده للمفردة المؤنثة فأنا لما باجي أخلي الفعل ده للمفردة المؤنثة لما بيكون عندي فعل تمام أخرو واو وعايز أخليه أو عايز أضيف له واو الجماعة أو يقل المخاطبة بحذف الواو الأصلية بتاعته بحذف الواو الأصلية بتاعته طيب وبعد ما أحذف الواو الأصلية خلاص بقى أضيف اليقوي انه بس كده. يبقى انا عندي كده العجابة الف. تلتاشر هذا دعاء اخيه دعاء اخيه لمقدبة طعام. وقالك ميز الصياغة الصحيحة لكلمة دعاء عند تحويل العبارة لجمع المذكر. بص يا سيدي ادى دعاء اهي دعاء. حلو ماشي. وعايز يحول العبارة لجمع الايه المذكر. اولا اللي بعدها الف دي مش هتنفع. لان ده اسم. ما انفعش تحط بعد منه الالف الفارقة. الالف دي بتكون فين? في الفعل. وكلمة دعاء هنا. المفروض ان الهمزة بتاعتها همزة متطرفة. همزة ايه? متطرفة. حلو جدا. فالمفروض ان انا لما اجي خلي الهمزة دي للجمع هقول دعاء. بس كده. طب هحط الهمزة على اليق ليه? هحط الهمزة على اليق ليه? يبقى انا عندي اللي جابه رقم دال. هي اللي جابه الصحي. ده يا جماعة اسم ما ينفعش اجيب بعد منه الف. حلو? وبعدين الهمزة هنا مضمومة. بقول ده عاء. فما ينفعش ارسم الهمزة على الياء. ارسمها على السطر كده. لان بعدها هو وهي. تمام? وقبلها الف. يبقى انا هرسمها بالشكل ده. يبقى اللي جابه دال. اربعتاشر. ذو الخلق يعلو عن الدناية واقولوا الاخلاق يرجون الخير. حدد من العبارة كلمة وردت فيها الواو اسما مبنية. عايز الواو اسم مبني. من الاخر كده اسم مبني يعني ايه? يعني واو الجماعة. بس كده. الواو بتاعت ايه? واو الجماعة. هي اللي اسم مبني. هي اللي ضمير مبني في محل رفع فاعل. دي مش واو الجماعة. دي واو الجماعة. يعلو دي واو اصلي. هي دي اللي واو الجماعة. بس. فاعله رقم 15 حد التصويب العبارة التالية بيقولك هنا ايه ان رجاءنا فيك تمزقت اشلاء وكنت دواءنا فصرت داءنا وقالك هنا حد التصويب العبارة التالية مش يسيدي قالك ان رجاءنا كلمة رجاءنا صحيحة لان دي همزة متطرفة جاي بعدها ضمير فالهمزة ركز بقى معاي ترسم على الواو عند الرفعة ترسم على السطر عند النصب ترسم على الياء كده عند الجر فدي منصوبة ورسمت على السطر تبقى صح طب تمزقت تمزقة فعل مين اللي تمزق الاشلاء فالاشلاء فاعل فانا قلتلك لما الكلمة تكون مرفوعة ترسم الهمزة على الواو يبقى المفروض اقول اشلاء وهو كده طيب كنت دواءنا ده خبر كان وخبر كان بيبقى منصوب فالهمزة على السطر صح برضو ده خبر صارة الهمزة على السطر لان الكلمة منصوبة سبعتاشر اجتهدوا فيئة المذاكرة وإلا ترهقوا أنفسكم حدد إعراب الفعل ترهقون احنا متفقين ان المضارع الواقع بعد إلا مضارع مجزوم وده مضارع مجزوم بحزف النون ليه؟ لان انا عندي إلا عبارة عن إن الشرطية زائد لا النافي إن الشرطية فعل الشرط بتاعها محزوف واللي موجود المجزوم ده هو فعل جواب الشرط يبقى ده فعل مضارع مجزوم بحزف النون سبعتاشر بنقول سأل محمد ابن علي الله خلي بالك قالك محمد ما قالش هنا ابن بالشكل ده طب إيه اللي تفرق أو يفرق إيه لما قول ابن بالشكل ده أو ابن بالشكل ده بص ياسين لو قالك ابن بالشكل ده يبقى هو بيقول هنا إن محمد ده ابن علي يعني أبو علي فكلمة ابن هتكون صفة بس كده خلص تمام؟ لأن كلمة ابن هنا هتكون وقع بين على مين فهتبقى صفة طب هنا بقى حطلك ألف يعني عايز يقولك إن سألة سألة ده فعل محمد فاعل سأل مين؟ سأل ابن علي سأل ابن مين؟ ابن علي جاب ابن علي كده وسأله فابن هنا هتكون إيه؟ ابن هنا المفروض إعرابها هيكون مفعول بمنصوب الفتحة وليست نعت أو ليست صفة هنكمل التدريب التاني في الفيديو القادم إن شاء الله نراكم على خير في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر